أهلاً ومرحباً بكم في حلقتنا الجديدة من سلسلة شروحات الدرس الفلسفي حلقتنا اليوم تهتم بالحصة الأولى من دروس الفلسفة لا سيما الطلاب الجدد الذين ليس لديهم أي معرفة أو دراية بمدة الفلسفة ولا ماذا تحتوي هذه المدة البداية تكون في تمهيد أو مقدمة تضع الطلاب على طريق مشوار التفلسف ومشوار التفلسف لهذه السنة والسنوات المقبلة لا سيما وأننا نحن نبتغي من تدريس هذه المادة أن نمكن الطلاب من مهارات التفلسف يمارسها في حياته وليس فقط الاهتمام بالمادة التعليمية واستخدامها للنجاح في انتحان البكالوريا فإذا مهمتنا في الحقيقة تهدف إلى تمكين الطلاب من مهارات التفلسف الأساسية وكفاياتها الأساسية وهي الأشكل والمفهمة والحجاج كون هذه المهارات هي أسس التفكير والأرضية التي عليها يمارس أي إنسان تفكيره سواء علم أنه يفعل ذلك أم لم يعلم نحن في مادة الفلسفة ندرب الطلاب عليها بطريقة منهجية ومدروسة والتمهيد يكون على شكل وضعية ابتدائية لا يمكن أن تكون طلاب بمواضيع الفلسفة بشكل ينفرهم منها خاصة أن تلك الموادية تلامس كثيرا من الموضوعات المحزورة والتي اعتادى الطالب على أن لا يفكر بها بسبب ظروف كثيرة أبرزها التربية وأساليبها إذن نبدأ مع وضعية ابتدائية والهدف منها زعزعت اليقين الوجود لدى الطالب دفعه للمشاركة في مشوار التفلسف التفكير بمعنى كلمة فلسفة وطبعا بالتالي كلمة إله اسم هذه اللعبة لعبة المرآة أبدأ بقراءة أو إلقاء القصة هي قصة صغيرة جدا لكن تطرح كثيرا من الأفكار التي تخدم الأهداف التي ذكرتها لعبة المرآة ذات مرة كنت أقف أمام المرآة أرتب شعري فرأيت شخصا يحدق بي ويطلب إلي طلبا غريبا قال لي هل يمكنك أن تدلني على نفسي؟ تعجبت كثيرا فأنا طوال الوقت أرى نفس الشخص في المرآة لكنه لم يطب إلي مثل هذا الطلب من قبل ولم أفكر حتى أنه أضاع ذاته وهو الآن يبحث عنها لكني فطنت إلى أن هذا الشخص المنعكس في المرآة ليس سوى أنا فكيف أنا أسأل نفسي عن نفسي؟ هنا قلت له يكفيك تفلسفا أنت أنا أدرت ظهري وخطوت خطوتيني مبتعنا عن المرآة لكني وقفت وكأن شيئا ثبتني في الأرض ومنعني من التحرك إلى الأمام فقررت العودة إلى المرآة وهذا ما فعلت لكن هذه المرة قربت منها وجهي أحدق في تعابيره وأحاول أن أجد ذاتي وسط خربشات الزمن التي تغالب ملامح الأصلية وقلت مجددا أنت أنا وأنا أنت هنا دهشت من نفسي فكيف أعرف نفسي بنفسي؟ فقلت متذمرا يكفيك تفلسفا لكن أدركت مجددا أنني وقعت في الفخ مرة جديدة فأنا لا أعرف حتى معنى هذه الكلمة تفلسف هنا أتحاول بالأسئلة إلى الطالب أو الطلاب فأسألهم كم مرة كررنا خلال حياتنا كلمة يكفيك تفلسفا كون هذه الكلمة دارجة في أحاديثنا المعهودة نطلقها على كل شخص يريد أن يفصل كلامه أو يأتي بأفكار غريبة أو يتساءل أسئلة غريبة يعني عمليا هناك إدراك لمعنى كلمة تفلسفة لكن هذا الإدراك غير واعي نحن نريد أن نجعل الطلاب يعونى كلمة تفلسفة بمعانيها المختلفة وأسالي بها المتنوعة وهنا يبدأ الطلاب بالإجابة على السؤال كم مرة تفلسفه ويذكرون لنا أحداثا تم فيها ذكر تلك العبارة واستخدامها ومن خلال روايتهم لتلك الأحداث يستطيع الأستاذ أن يوجه تفكيرهم نحو الكلمات والتعابير التي ينطق بها الطلاب أنفسهم والتي تدل على معنى من معاني الفلسفة والتفلسف كل هذا يتم بطريقة شفاوية أو شفاهية لا نكتب ولا أي كلمة نحن نريد فقط أن نزعزع الطلاب من خلال هذه اللعبة كلهم في الحقيقة تساءلوا عن ذواتهم ومرات عدة وكلهم يستغربون من أنفسهم عندما ينظرون في المرآة هذه التجربة يعيشها كل إنسان منه وبشكل يومي ولكن دون أن يتوقف كثيرا عندها طبعا المرء بن عوائده بالآخر كما يقول ابن خلدون بعد انتهاء هذه الوضعية والتعليق عليها ومحاولة توجيه تفكير الطلاب نحو معاني الفلسفة المتعددة نبدأ بالدرس العملي هذا الدرس العملي يكون من خلال النشاط التالي وهنا فرصة أنتهزها لأقول أننا نستطيع أن نبدأ بطرق ناشطة وأنشطة عملية تفيدنا في تعريف الفلسفة وتعريف بمادة الفلسفة من أول حصة يتم توزيع هذه الورقة على الطلاب طبعا يكون الأستاذ قد صور نسخا بعدد طلابه قبل أن يدخل الحصة ويطلب إليهم أن يقرأوا النص ويجيبوا بشكل فردي على الأسئلة المرفقة في هذه الورقة يتحدث النص عن صفات الفيلسوف وكيف يستطيع الإنسان أن يحل مشاكله باستخدام هذه الصفات كون صفات التفيلسوف تصبح طبيعة عند الإنسان ويعيش يعيش تلك الطبيعة في حياته اليومية النص مأخوذ من كتابات الشيخ يوسف الخازين بعنوان النادي الأصام وورقة ورد وسأترك لكم النص في صندوق الوصف مرفقا بالأسئلة بعد أن ينتهي الطلاب من الإجابة من قراءة النص والإجابة على الأسئلة يتم استعراض الأجوبة مع الطلاب والوصول إلى السؤال الحادي عشر استنتج إذن ماذا نقصد بكلمة فلسفة الأسئلة السابقة هي أسئلة تحليلية للناس ونحن نهدف من خلالها تعويض الطالب على القراءة أولا ثم فهم ماذا نقرأ هذا ثانيا ثالثا عيش المغامرة وأحداث القصة والإثارة ثالثا رابعا تعرف إلى صفات الفيلسوف خامسا استنتاج استنتاج صفات الفيلسوف حتى نصل في النهاية إلى تحديد لمعنى كلمة فلسفة وهو هدف الحصة الأولى ننتهي هنا عند هذا السؤال وننتقل إلى تقنية أخرى نواصل بها حصتنا الدراسية وهي تقنية العصف الذهني وكتابة الكلمات على اللوح وهذه الكلمات هي إجابة السؤال رقم 11 استنتج ماذا نقصد بكلمة فلسفة يكتب أحد الطلاب الكلمات على اللوح وباقي الطلاب بالتقنية العصف الذهني يقترحون كلمات ترادف معنى كلمة فلسفة أو صفات الفيلسوف طبعا نحن قدمنا لهم مستندين لعبة المرآة في البداية ثم قصة أو النص نادي الأصام وورقة ورد أصبح لدى الطلاب قاعدة على أساسها يستطيعون استنتاج صفات التفلسوف ولكننا نحن سنستخدم معهم في ذلك التقنية العصف الذهني الموجه وليس الحر النشاط التالي هو توظيف الكلمات في نشاط جديد هذا النشاط يعتمد على تصنيف الكلمات التي تمت كتابتها على اللوح بناء على العصف الذهني الموجه ويطلب إلى الطلاب انقسامهم إلى مجموعات كل مجموعة تحتوي خمس أشخاص يختار من بين الكلمات التي أمامهم مثبتة على اللوح يختار خمس مفردات وعليهم استخدامها في فقرة يعرفون من خلالها الفلسفة وهذه الفقرة يمكن أن تكون على شكل فقرة تقريرية يعني نص مكتوب أو يمكن أن يكتبون قصة صغيرة تحتوي هذه الكلمات أو يمكن أن ينظموا في ذلك شعرا أو يضعون أحجية أو يخترعون حوارا يلعبون به أدوار لعب الأدوار أو ربما يعبرون عن ذلك برسم سريع يعني عندنا سليب عديدة نترك الحرية للطلاب أن يختارون الوسيلة التي يفضلونها والتي يمكن أن يبتكرونها هم بأنفسهم في تعريف الفلسفة بعد استعراض الأعمال والنتاجات التي توصل إليها الطلاب يتم استنتاج تعريف الفلسفة وتعريف الفلسفة هنا نقصد التعريف اللغوي فيلوسوفية عن المصدر اليوناني والاشتقاق اليوناني ويشرح لهم الأستاذ معنى الكلمة اللغوي ثم يشرح ويعلق على التعريف الاصطلاحي الذي توصلوا إليه من خلال هذا النشاط ثم يكمل الحصة بالتعريفات الاصطلاحية المشهورة كتعريف أفلاطون وتعريف أريستو وأبن رشد ومثلا وجيل دولوز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في حصة جديدة وحلقة جديدة من سلسلة شروحات الدرس الفلسفي ترجمة نانسي قنقر